السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين وبخير يسعد اللي اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله يا رب الفرحة يا رب السعادة يا رب الهنى لموليد برج الميزان اكبر تحية لموليد برج الميزان حبايب قلبي يلا بينا بقى نصلي على الحبيب وننزل باللايك بتاعك يا برج الميزان علشان الفيديو بتاعك يوصل لأكبر عدد من المشاهدة وطبعا الصالة على الحبيب وتقول لي ايه اللي هينطبق عليك من كرائيتنا النهاردة طبعا اللي هينطبق عليك هيكون فرحة وهنا ورزة يلا بينا بقى برج الميزان نشوف ايه الاخبار عندك تبص مشاجرات كتير اخبار كتير مواضيع كتير بسم الله شايفين مقدما كده وقبل اي حاجة مين لسه مستشير دكتور كشف عنده دكتور عنده قاعدة عنده دكتور حاجة مهم تخص دكتور اهو او بتكشفه عشان طاكت انجاب الله اعلم لكن في زيارة دكتور الفترة اليومين دون يعني انتوا كنتوا في زيارة دكتور اليومين دون بسم الله طبعا اللهم صلوا وبارك على سيدنا محمد اول حاجة انتوا عندكم حماس عندكم حاجات كتيرة انتوا بتعملوها في وقت واحد اه عندكم بعض الامور الي بتحاولوا توصلوها الاد والقدام لكن في توتر في مدايقات من ناس حوالكم الله اعلم في بداية جديدة بداية دي هتكون نهايتها حلو لان شايفلكم نسر والنسر ده بيدل على الانتصار اللي هيكون في البداية اللي انتوا داخلين فيها بداية في موضوع بداية في مشروع بداية في تفكير قرارات الله اعلم لكن البداية اطمنكم ان هي حلوة وبشرتها اخيه وهتمشي بما يرضي الله وهتنتهي بالطريقة اللي انتوا عايزينها وبتحلموا بيها لو كانت علاقة حب فهي هتنتهي بجوازة وبقلبي جميل لو كانت مشروع الله اعلم فاشان ما نقطرش على بعض في الكلام لكن هي ان البداية هتكون نهايتها حلوة طيب انتوا هنا دايما ماشيين بما يرضي الله متحبوش تعملوا حاجة غلط لكن في ناس بتوقعكم في مشاكل بتوقعكم في ضغوط نفسية خدوا بالكم من الناس السلبية في هنا رضا مرسومة على وشوكم يعني انتوا رضيين بما يرضي رضيين بالتفاقل اللي عندكم رضيين ان ربنا هيكيمكم من حيث لا تحتسل احلى حاجة فيكم ان انتوا رضيين باي حاجة عملها لكم ربنا احلى حاجة في هنا اتعرضتوا لخيانة انتوا وصدمتكم تعبتوا اتخزلتوا حصل عندكم شوية خلافات من ناحية الخيانة دي ومكنتوا متوقعين وحصل شوية توتر اتدركت ان انتوا هربتوا ومشيتوا واختفيتوا فترة لحد ما حاولتوا تبقى يعني حاولتوا ان انتوا تقافوا على رضلكم من جديد وعشان كده راجعين بقلب جامد في نقطة من بداية السطر لكن في حرف الاتش حرف الاتش في بينكم وبينه كلام ممكن كمان يكون عندكم علاقة ثلاثية وفي نقطة هتتحط على العلاقة الثلاثية دي لان ربنا هيكتب لكم نجاء هتنجوا من العلاقة اللي هيجاب لكم مشاكل او من الضغوط اللي انتوا فيها بس حاولوا تبعدوا عن الاستفزاز تخلوش حد يستفزوكم خالص لان انتوا هم تمعرضين الفترة دي لحد هيستفزوكم انت هتعاف ترد عليه طبعا لكن هو هيكون وقح او عينها وقحة يعني هيرده بكل بجاح فاخدوا بالكم طيب عندكم حد بيتعامل معاكم ومبين ان هو بيحبكم او هو عايز لكم الراحة لكن مغرور متكبر شايف نفسه عليكم دايما بيحسسكم احساس ان هو احسن منكم بيحسسكم ان هو تعف حياته وانتوا قاعدين ما بتعملوش اي حاجة يعني دايما بيحسسكم كده بنقص لكن انتوا ولا حياة كانتوا نادي ماشيين بمبدع ان انتوا اي حاجة اديكم تبعدوا عنها وده احسن حاجة انتوا بتعملوها لفترة دي واكتر القرارات دي صح انتوا بتغطوها بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم مشاعر في حد هيجي يعترف لكم عن حب عن مشاعر جديدة عن حاجة تخص الحب لان شايف انه في مشاعر كبيرة جدا والموضوع هيمشي وهيبقى في خير لكن انتوا خايفين ان الموضوع ما يتمشي في خير عندكم اللهم صلوا وبارك على سيدنا محمد بسم الله طيب في حد هيدعمكم وهيساعدكم الفترة دي في الامور المادية في تحسن او استقرار وفي انفراج حلو قوي عندكم ودي بتدل على تغيير عتبة الانفراجة دي هتنطبك على الناس اللي عايزة تغير عتبة بس يعني لو انت عايزين تغير عتبة فهي تغير عتبة عندكم طيب كمان في شخص هيواجهكم بكلام جارح او مزعج او مزعج والشخص ده هتقطاع على اكيدكم بيه بعد ما اكيد طبعا انتوا استحملتوا منه حاجات محدش يستحملها اظن انتوا فاهمين كلام كويس جدا شايفة كمان عندكم شخص كبير في السن دايما واقف في ظهركم وبيساعدكم في افكاركم في طريقتكم في حياتكم في كل حاجة وعشان كده هتتغلبوا على القلق والخوف اللي ملازمكم اليومين دور شايفة كمان هنا ان انتوا لازم تخلوا بالكم من كرامتكم كويس جدا وتخلوا بالكم من نفسكم وتحصنوا نفسكم لان في حد في حسد شديد عليكم واقع قوي وعلى عشتكم وهو ده سبب الرئيسي اللي مبوز لكم كل حاجة انتوا يعني في كل في حياتكم ودايما بتحسوا ان ما فيش حاجات بتكمل لكن بفضل ربنا فيه علاقة حب كاملة وهتبقى فيها خير وفيه حاجات كثيرة هتكمل بإذن الله لكن انتوا هنا فيه حاجة منتظرينها منتظرينها من بعيد يعني او حاجة بتبصوا بتبصوا لها من بعيد الله أعلم فيه بصة بعيدة قوي او انتظار لحاجة بعيدة فان شاء الله بإذن الله ربنا يقربها منكم فيه قرار هتغدوه والقرار ده ممكن شراء دهب استثمارات فيه قرار حلو هتغدوه لأن فيه فترة راحة فترة هدوء فترة استقرار فيه أمور حلوه هتدخطوها بشكل كبير جدا شايفه كمان هنا فيه حد حواليكم بيحب يتجسس عليكم او بيحب يرقبكم على اي مكان وفي اي وقت الحد ده مركز معكم قوي ودايما بيوصلوا أخباركم بطريقة مباشرة الشخص ده يكون عندكم عكسات معاه ويبقى فيه أمور عكس منتو متخيلين شايفه كمان انتو الفترة دي تحاولوا تحافظوا على فلوسكم او على استثماراتكم او على زي ما يكون اي حاجة فيها مال عايزكم تحافظوا عليها كويس جدا وبالاخص العشر تيام اللي جايين دول وزي ما قلت فيه طاقة انجاب فيه خبر بمولود في مولود بإذن الله الفترة دي الفترة اللي جاي بفضل ربنا وهتفرحوا جدا لان انتم مستنيين مولود اللي بقالكم مدة طيب شايفه لكم كمان هنا عندكم حد روحاني في حياتكم او انتم اشخاص روحانيين جدا ففيه فيه امور بتحسوا بها قبل ما بتحصل في حياتكم هايز اقول لكم كمان ان انتم عندكم مجع في المعدة وجع بشكل مستمر الوجع ده هو جرسومة معدة لقدر الله فيه وجع في المعدة فان شاء الله بإذن الله ما هيكون فيه شفا طيب فيه اجتماع لان شايفكم قاعدين على مكتب حلو اجتماع هيدور حواليكم وفيه شخص هيكون دمه تقيل او مش هيكون زريف في القعدة كده مش هيكون يعني لطيف لكن بعد كده بعد ما تاخده وتده مع بعض هتحسوا قد ان انتم فاهمينه غلط وان الامور فيها سوق تفاهم فانتو هتشوفوا الفترة اللي جاية استقرار حلو فان تحب خلفة البنات الان اتو هم تحب خلفت البنات عدوث لك والكه dean بالتو دوسع هنا شخص غامض شخص سيحاول أن يقرب منكم من أبراج هوائية سيحاول أن يقرب و يتدخل في حياتكم و سيجيب لكم طاقة سلبية أول ما تلاقوه سيجيب لكم طاقة سلبية و ريحه بمك لأنكم لا نقصون التقلب مزاجي هناك قضية أو تفكير مشتت حياتكم أو صراع بينكم و ما بين نفسكم أمور معكسة و ريح أنه بعد التشتت خبر حل خبر سفر و هيكون مميز جداً و هترتاحوا في الخبر ده لأن الخبر هيفرحكم و هيخليكم تحسوا بالفرح و البهجة من بعد تعطل من عنده شراء عربية أو حالياً عنده عربية؟ لا تدهاش لأي حد يسوقها يعني لو عندكم ابن ما يسوقهاش بل أشياء تخلوا حد دركب العربية غيركم أمور هناك أحد يدري عليكم أحد يتحسن فيكم يعني في واحدة يتحسن فيكم و قريبة منكم و تتكلم في ظهركم مش كويس خالص الستي ده يعنيها واسعة هيجي الوقت اللي هتعودوا مع بعضه هيبقى فيه مواجهة كبيرة ما بينكم و فيه واحد هيحكم ما بينكم و الشخص ده هيكون صوته عالي لكن انت هتكونوا حراسيين جداً حراسيين جداً عندكم حرصا تاما ان انتو تدوهم الفرصة انهم هما يعلو صوتهم عليكم يعني هتكون عندكم كده قدرة و هتحاول ان انتو تحلوا كل الخلافات علشان تمشوا و تبعدوا عن الطريق ده ترى لكم هنا شيء متأجل هناك شيء يجب أن تتأجل في حياتكم لكن هناك شيء يجب أن تتأجل رغم أنه لديكم أربع إشارات الفترة هناك أربع إشارات سيحصلون لكم وهيغيروا أمور عندكم هناك شخص لا يسامحون لكن يتحنونه أحد يتحنونه من وقت للتاني فهمني جيد جدا أحدهم لا يتقلونه لكن يتدارون ولا يريدون أن تسمحونه يبدأ هو بالسماح هناك بعض الأفكار الإيجابية التي ستدخل حياتكم دعوكم مين عندكم؟ بحرف العين والسين والنون مين الثلاث؟ الحد من هذه الحروف لأنه سيساعدكم أن يكونوا عندكم دفعة قدام الفترة التي تأتي مين الثلاثة أرى أن هناك علاقة من الماضي معنى أن علاقة من الماضي شريك من الماضي موضوع من الماضي كنت تفتحوه مين الثلاثة ستعود لكم مين الثلاثة مين الثلاثة مين الثلاثة مين الثلاثة لا تفتحوه لا تفتحوه على نفسكم باب تركزوا في اللي فات لا اللي جاي هيكون أحسن عندكم وبالأخص الخمسة وعشرين يوم اللي جايين لأن الخمسة وعشرين يوم اللي جايين دون هتكون الطاقة بتاعتكم مفتوحة وهتكون عامة ومعنى أن هي مفتوحة وعامة معنى أن أنتوا هيكون عندكم بأمور هتستجد أمور هتتخطوها في حياتكم رقم سبعة رقم سبعة رقم سبعة في رابط ما بينكم وما بين الرقم سبعة يعني الله أعلم لأن ما فيش أي حاجة داي أي حاجة تفصل رقم سبعة لكن رقم سبعة ظاهر عندكم يعني في طفل مريض عندكم أو ست مريض عندكم حد مريض دايما شايلين همه دايما تعبنين من ناحية الحد اللي تعبان ده لأن انتوا بتشايلين همه جدا أرجع وأقول ثاني لأن ظلم أهل الشريك أو ظلم الشريك نفسه أو العلاقة الثالثة في ظلم بإذن الله بإذن الله فيه رجوع حق يعني فيه ظلم من جزء من ظلمكم بإذن الله الفترة الجاهة تبقى فيه تيسير حلوة على حياتكم فيه نغزة في القلب بتجيلكم هو أنتوا ليه بتقولون يعني دايما بتقولوا إحنا فيه حد سحر لنا لأن فيه أحلام في المنام بتجيلكم تفسيرها بيقول إن انتوا عندكم سحر في حياتكم صحي كام ده؟ فيه أكتر من منام لدرجة إن فيه منام جالكم إنه فيه منام تفسيره بيقول لكم مكان السحر وإنتوا عندكم شك كبير جدا فيه أكتر من حاجة قرموا وراء ظهركم وربنا بإذن الله هيفكر لكم كل أذى إنتوا فيه لأن أنا شايفة إني هنا يعني مش عايزاتكم تتعبوا نفسكم لأن بإذن الله ربنا قادر على كل شيء هنا بقى فيه فلوس فيه موضوع يخص فلوس نسلفين حد فلوس ومش عارفين تاخدوها لإما حد لي عندكم فلوس ومش عارفين تسدوها الله أعلم ففيه مواضيع تخص فلوس فلو حد لي عندكم فلوس بس أنا معتكتش إن فيه حد بيبقى لي عندكم إنتوا بالأخص فلوس لأن إنتوا دايما كده متقلكين دايما ما بتحبوش تناموا غير لما تسدوا اللي عليكم إنتوا فيكم الطبع ده لكن فيه موضوع فلوس ممكن يكون ديون متراكمة عليكم الله أعلم أو إنتوا ليكم فلوس يعني هو فيه كلام يخص فلوس كتيرة لا فيه اشتباك حوالين الفلوس طيب حاليا بتدعو الحد بتدعو الحد ربنا يشفيه حد يطول عمره الله أعلم لكن فيه دعاء مستجاب ليكم حلو قوي الدعاء ده ممكن يكون دعاء أطفال ممكن يكون دعاء لحد يشفيه إنتوا اللي بتقرروا الدعاء ده المين إنتوا شايفة ليكم دعوة مستجابة في واحدة أختكم بينكم وبينها مشكلة يعني مرات أخوكم أو أختكم مبينة ان هي كويسة معاكم وان هي عايزة لكم الخير وان هي فرحنالكم لكن هي وراها شتباكات كثيرة وراها كلام وراها حاجات يعني انتوا عايزين تفهموها لكن مش فاهمين وده طبعا سببوا ان انتوا يعني مش عايزين تدخلوا نفسكم في اللي ملكمش فيه لكن هي يعني عامنا زي كده السهم في حاجات كثيرة وراها فانتوا بتحاولوا يعني تقولوا حسب الله نعمله كده وبتستكفى في هنا بسم الله ما شاء الله عليكم يعني قعدت مواجهة مش مواجهة قعدت راس براس يعني لو انتوا حطين هدف قدامكم توصلوله هتوصلوله وهتعودوا قصاده يعني دي البشرة اللي ممكن اقولها لكم بجد انتوا هتوصلوا للهدف هتوصلوا للتحقيق هتوصلوا للانطلاق هتوصلوا للحاجة اللي انتوا عايزينها لان انتوا قاعدين على كرسي والكرس ده حطين تاجة على دماغكم وده بيدل على الاكتمال الامور اللي في حالكم اتمنى لكم الفرحة والهنة والسعادة والرزق والتفاقل انزلوا باللايك اهم حاجة وقلوا لي الفيديو يستاهل منكم ايه ومنتظركم منتاتكم الجميلة اللي زيكم تحياتي لكم